حاجات غلط لازم تبطل تعملها في البي سي بتاعنا أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معاكم نبيل ودي نصائح بولبولية كده هسهل عليك حياتك من حيث استخدامك للبي سي وهنبهك عن شوائد غلطات احنا بنعملها بداية من وحنا مثلا بنسطى بالويندوز كم واحد فينا بعد ما سطى بالويندوز بتاعه ايجا بعد كم يوم كده لان هو بيفتح مرة ومرتين تلاتة لا وممكن يشيل هارد مثلا اصلا مش عليه الويندوز يوم الويندوز ميفتحش خلص ويفضل بقى داخل في دوامة الويندوز وقع الويندوز بيتنخرق الويندوز لو وقع ولا اي حاجة الفكرة وانت بتسطى بالويندوز بتاعك بينزل بارتشن صغير كده تعمية ميجا في كل الملفات الخاصة بعملية البوت اللي عتعرف الجهاز بتاعك هيفتح الويندوز ازاي ولكن البرتشن الصغير ده اللي هو اسمه سيستم باي ذوي بينزل احيانا على واحدات تخزين تانية غير الويندوز وتعت اللي انت خطرت تنزل عليها بتاعك وده اللي بيعمل الازمة بيخلي الجهاز مش عارف يوصل للافات البوت بتاعته بسهولة ولو انت فصلت خالص واحدة التخزين دي اللي عليها البرتشن بتاع السستم ده مش هيفتح الويندوز نهاء اية انا عن نفسك انبيل بتجنب خالصى ان انا كون موصل اي واحدة تخزين غير الوحدة اللي انا هنزل عليها سنزل الويندوز على الاس اس دي. يبقى الاس اس دي ده بس اللي راكب والباقي كله مفصول. وبكده المشكلة دي ما بتحصلتش معي. ما باتطرش بقى ان انا كل شوية هنزل ويندوز بقى والجو الفاكس ده. وعلشان تعرف اذا كانت الحكاية دي عندك ولا لأ هتروح على زيز بي سي. كليك كيمين. وتروح على طول عند المانج. وبقى هتختار الديسك مانجمنت. وتشوف البرتشن بتاع السيستم ده محطوط في انهو ديسك. اللي هو محطوط مع الديسك اللي في البرتش اللي متوسط عليه الساتف البورد. طب لو الدنيا معك بتعلق كل اللي هتعمله هتروح لإعدادات البوت في البورد بتاعتك. وتخلي الهرد اللي عليه السيستم بورتيشن ده هو هو البوت ديفايس بتاعك الاولين. وهذه المشكلة اختفت معاك. وما ينفعش تكلم عن ويندوز ما تكلمش عن سمونسر حاليات النهاردة وهما كيز فان. بيقدموا لك مفاتيح للويندوز والمايكروسوفت اوفيس بسعار كويسة جدا تقريبا ويندوز بسبعة دولار ونص. هسيب لك كل اللينكات بتاعتهم تحت والعروض بتاعتهم تحت وكمان كود الخصم بتاعهم. الثاني حاجة مش هقول لك انها غلطة ولكن انا هعرفك حاجات سهلة عليك حياتك بخصوص البايسورسوفت. كم واحد بقى يا معلم بما فيهم انت شخصيا ممكن تكون. دخلت طلعت المهندس الفشيخ اللي جواك وروحت معدل سراعات الرماد او عايز تكسر سرعة المعالج. ولكن في الاخر الحكاية كانت يعني قافلت نهاية مش لطيفة والجهاز بتاعك قطع مية ونور وكهرباء وكل حاجة. ما النور هو الكهرباء جدا عنه. واحنا اللي بنقول م المهم الجهاز بتاعك رح قطع نفس نهاية. وانت وقفت عند حيطة ان انا لازم ارجع الاعدادات دي زي ما كانت او الاعدادات المصنع. وتبدأ الاقتراحات منهم انا باقترح على الناس ان هو يروح لحجر البطارية. هو اللي انا بقوله النهاردة ده. دعني حجر البطارية ما الحجر هو البطارية. لا اله الا الله. ان انت تروح لحجر بتاع البيوس او حجر الساعة. وان انت تشيله وتفضل بقى هنا بقى ايه تتضارب الاقاويل. اللي هو انت واحد يقول لك استنى خمس دقائر. واحد يقول لك يوم يعني لو انت عايز تبقى سيب الجهاز كده يوم يفضل شحنات. انا مش هقول لك قد ايه بالزلط لان انا مش معايا المخطط بتاع الجهاز بده او البوردة دي. ومش معايا هي بتعرف يعني فيها كم مكسف ولا فيها انا معنديش خلفية يا بتاع من ايه. خلاص? بس اللي انا اواثق منه ان فيه طريقة يعني ما ترش هتقوم منك ثواني. وهي ان انت تدور على السنتين دولا. مكتوب عليهم سي ام او اس. دول مخصوصين معاملين. عشان حضرتك لما تلمسهم مع بعض يرج المسنة. يعني هاني غير بقى واجع قلب ومن غير بقى متفك كارت الشاشة. انا بردتي الحجيرة تحت الكرت. فانا لازم ايفك الكرت واحط الكرت. اغير حاجة ما يشتغلش اsein افك الكرت. واحط التال. وفي الاخر ممكن تحصل مشكلة في الكرت. واما ليه? ما انا للمسدهل والدنيا تمام التمام. واعلا فكرة انا جربت ان انا لمسهم والجهاز مفصول الكهرباء شغالين تمام. وجربت ان انا وصل كهرباء شغلين تمام. وجربت حول الجهاز يشغل الشغال ووجبت والجهاز الجهاز شغل كان مع بعض وقوم بسيبتهم الجهاز اشتال ثاني ورجع لحالة المصنع لا يحتاج بقى واجع القلب اللي انا قدتلك عليه من شوية هاقول لك ازاي تعرف مكان السنتين دولار ولكن بعد ما تعرف ان انت لو جهازك قديم ستجدهم ثلاث سنتين وهتلاقي فيهم سنتين متوصلين مع بعض باي ديفولت عن طريق جامبر اللي انت تلاقيه واضح دلوقتي قدامك في الفيديو كل اللي عليك تعمله انك انت توصل الجامبر ده في الجهة التانية المعاكسة بس كده وتقوم تشغل الجهاز بتاعك وتستنى بعد اللي تشيك اوب اللي واب يعمله في البداية دوا وبعد ما يروح عند الشاشة السوداء هتفصل الجهاز وترجع الجامبر زي ما كان ايه يرجع تاني لضبط المصنع سبحان الله ازاي بقى تعرف اماكن البنات دي بكل سهولة هتجيب اليوزر مانول او هتحمله من على الموقع بتاع الشركة وكل الشركات عندها اليوزر مانول بتاع اونلاين تقدر تحمله على اي ديفيس عندك وتتشكي الداتة اللي انت عايزها وتدور على سي ام او اس بينز بس كده اول ما تلاقيهم هتتعرف تشوفهم بسهولة على البوردة وتقوم للمسهم في بعض وخلاص الحكاية بتاخدش منها تلاتة اربعة خمس ثواني يعني جواي احساس كده بقول انت رسنا محطيتش لايك فحط لايك الله يكرم ثالث حاجة وديه غلطة ناس كتير بتعملها وطبعا انا بقولها بمناسبة النصف جاي وهم انهم بيفتحوا الجنب الكيسة علشان ينزل درجة حرارة الجهاز خمس ست درجات الموضوع ده انا اتكلمتي فيه قبل كده وقلت ما تفتحش الجنب الكيسة ولكن مفسرت لكش ليه فانا النهاردة بقى جاي اقناعت علشان ما نخشش مع بعض فنقاش في الاخر ببنته ببلوك في التعليق بصة معلم دايرة التبريد بتاعك بتتكون كده من ثلاث حاجات اساسية واحد الهيت بايبس او الانبيب الحرارية دي انابيب من النحاس قدرتها عالية على توصيل الحرارة بتبقى متركبة بشكل مباشر على سطح المعالج او على سطح الجزء اللي بيزخن عموم المعالج تبريده الحرارة بتنتقل من المعالج لها سنخلص ازاي من الحرارة وهي في كتلة سماء انت مش عارف تبردها من جواها هتعمل ايه هنا بتيجي دور الفنز الفنز دي لها الحيتة الالمونيوم اللي بتبقى شرايح كتير واربعد وتبقى رفاياع جدا وده علشان هيروفايع ومفرغة كده كده كتير فتعرف تتخلص من الحرارة حتى من قلبها من جواها ماياش كتلة سماء لو كتلة سماء الهواء اللي هيخبط فيها حيبردها بس من بره لكن من جواها تبضل بتغلي لكن الفنز اللي علشان كده هي معمولة على هيئة شرايح صغيرة كده واربعد بعد كده بقى يا معلم ييجي دور التبريد بتاعك او الارفلو جوه الكيس الكيسة بتاعتك بيجي من قدام تدخل هوا ابرد من الهواء اللي جوه الكيسة فبيخبط في الفنز دي او الحيتة الالمونيوم رفاياع دي يشتت الهواء وييجي بعد كده دور المروحة بتاعت السي بيو تبدأ الهواء اللي متشتت ده تحتها او الهواء اللي معد من تحتها تزوق بعيد عنها واخر خطوة بقى معلم وهي الاكزوستنج او الطرد واللي بتبقى ايمة بيها المروحة الخلفية والمروحتين اللي فوق او هي بتبقى الخلفية كافية يعني في اغلب الاحوال دع جد يا جماعة ازاي الجهاز بتاعتك بيتبرد انت روح تفاتح الجهاز بتاعتك نزل لك 5-6 درجات بعد شهرة لقيته هو مفتوح كده بنفس الوضع زاد الـ 5-6 درجات ويمكن اكتر كمان ايه بقى اللي بيحصل اللي بيحصل ان انت مع الرتوبة ومع العفارة اللي في الجو بيبدأ يتعامل زي طبقة كده عزلة على الفنز على الحتة اللي بتشتت الحرارة واصبح دلوقتي الحرارة محبوسة جوه الجزء الالمونيوم اللي هي عارفة تطلع برا ولا الهواء اللي جاي لها من برا عارف يخبط فيها يقوم بردها فبالتالي ده بيفخد الكولر بتاعك جزء كبير من خضرته على ان هو يبرد المعالج بتاعك او الكارت او اي مياه دي بقى المشكلة دي لب الموضوع طول ما انت فتح جهازك هيفضل يتراكم عليه كده التراب وهيفضل يطين وهيفضل يتبادل وهيفضل الدنيا تطين معك دغل طبعا التراب اللي بيتلموا المروحة في ظهرها وبتبقى تقلة جدا وهيرجع جهازك يسخن زي ما انت كنت من قبل ما تفتح الجنب قلنا له الخ pergunta੍جوا بالمكان فهيضل تزح جهازك لانا هو في احتباس لهحرار لو انت واحد من الناس اللي ع事 في الموضوع ده فالحل الوحيد ليه انها هاهتمظف الفانز انا بشوف الناس ب Haたنظفتها بالمياه عادي اااا مkeysونش ان هايحصل مشكلة ولكن انا مش بفاضل بي kalo اي قطعه ممكن يعني لتتعرض للصدق انا مش عالف هاي هاهتمی السيد انا مش عالفة هي التعرض للصدق او لا فممكن بها تستخدم اي منظف فقط اللي هي الحاجات اللي تبقى امنة على الحديد وامنة على البلاستيك وكده والموضوع ده هتكلم فيه ان شاء الله في فيديو تنظيف الجهاز نسبة الجهاز بتاعي مفتوح لحده ما بقى قذر عشان عارف ان نضافه لكم قدام الكاميرا رابع حاجة وهي ان بعض الناس بعد مثلا ما بيبقى جايب الكارت خمس ستة شهور سنة بالكتير بيبقى عايز يغير المعجون الحراري علشان يقلل الحرارة برضه وبيتغضى عن حيثة ان المروحة لما اطراب لما هي شبعانا وان هو مفروض منه ان هو ينظف المروحة من قدام وكمان من ظهرها انا عارف ان الظهر بيبقى صعبة من غير ما تفيك الكارت ولكن من خلال الودانات وان كنت شرحت الموضوع ده في فيديو شورتس قبل كده هو ازاي تنظف المروح هتنظف الظهر بتاعه وترجعها سليمة زي مكان وابعدنا عن تغيير المعجون للكروت الجديدة انت الكارت ممكن يقعب معك ترات واربعة وخمس سنين من غير ما تحتاج ان انت تغير له معجون اساس وانك انت لو خدت القرار بفتح الكارت لوحدك تأكد ان الكارت بتاعك هيطلع برقة ضمان وهتبقى خسرت الضمان في حالة ان ظهر اي حاجة بعد الفترة ده اللي قدر الله ولو انت شايف ان فيه مشكلة فعاليا في درجة حرارة الكارت بتاعك ارجع للضمان بتاعك يشوفوا ايه المشكلة ويحلوها لك لكن انك انت تبدأ تفتح الكارت وتلعب فيه ابعد والله عن الكلام ده هيقف عليك بخسارة لا اكتر ولا اقل الفيديو تقول مني غصبة عني فانا حابب اقفل الفيديو ده بهبدأ من الهبدات اللي انا بتجيلك في هيئة تعليقات على جميع المنصة انك انت لما تستخدم موارد الجهاز 100% ده بيقل العمر اللي افتراء الله اجب بص معلم علشان بس نقطع يعني ايه الشرطة في البسين زي ما عم بوحة قال اي حاجة بتعملها في جهازك والجهاز مستقر من ناحية الحرارة والكهرباء تأكد ان الجهاز مش هيحصل له حاجة لو انت بتستخدم الجهاز على 2% من قويته والجهاز بتاعك بيسخن 90 و95 و100 درجة تأكد ان ده هيبوز مع انك مستخدم 2% ليه لانه بيسخن الحرارة هي عدوة التكنولوجيا العربية اللي معمول منها حاجات من الصلب الحرارة اطموتها بس كده ده ده اللي انا عايزة اوصله لها طول ما انت الحرارة بتاعتك سليمة ما تقلقش من استهلاج الجهاز استمتع بجهازك عادي وعلي عددات اللعبة وما يهمكش اي حاجة ما تنساش لايشير اشترك في القناة كان معكم نبيل وسلام